خلينا نخش لفاكرة الفايا فاكرة الفايا دي يعني نجيب لك شوية حاجات كده من الكواليس تعالى نشوف كده معانا يلا بينا في بطولة 98 في بوركينا فاسو قلت جملة اللاعبين زميلت بعد مخسرتهم من المغرب في دور المجموعات زعلت منك الكابتن محمود الجهري وكان له موقف معاك وعمل محاضرة كاملة بسبب الجملة دي يا طرى لسه فاكر الموقف ده؟ طبعا يعني خلي بالك رجبة شوية على موضوع الأمم الأفريقية دلوقتي وإحنا كنا كذبينين أول ماتشين في 98 وجينا بنلعب المغرب كان يكفينا التعادل أعتقد علشان نبقى أول مجموعة ليه كنا بنحارب على أول مجموعة لإن إحنا كان طريقنا يعني هيودينا للمجموعة اللي فيها ساحل العاج ساحل العاج كانت مكسرة دنيا ساعتها بفريق قوي جدا 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 فالحسابات كانت على أساس إن إحنا نبعد شوية عن ساحل العاج فأنا بعد مباراة المغرب الحقيقة كنت متنرفس جدا وأنا خارج يعني كده دخلت الأوضة وقلعت الجزمة ورميتها في الأرض وقلت لهم خلاص بقى عشان نقابل ساحل العاج يخليكم يعني مبسوطين فالكابتن كان كابتن جواري كان ورانا معقبش ولكن لما رجعنا عملنا محاضرة وقال طبعا كنا نتمنى إن المباراة تخرج أحسن من كده على مستوى لكن أنا سمعت يا هاني قال كذا 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 وأنا بقول لك يا هاني المباراة دي هتبقى إن شاء الله بإذن الله طريقنا بإذن الله هنفوز على ساحل العاج ونوصل للمباراة النهائية وعايزكم إن إنتوا لو عايزين فعلا تاخدوا البطولة ولا تبص لساحل العاج ولا تبص للمغرب ولا تبص ولا تبص للبطل صحيح يتنب على الجميع يوصل للمباراة النهائية الحقيقة ده كان كمان من الحاجات الواحد يتعلمها من كابتن محمود يعني يلا لبعد في بطولة من البطولات كان معاك رقم تليفون مصري محدش يعرفه وقعدت تبعت رسائل تبعت رسائل لنجم كبير معاك في المعسكر وكانت ليلة كبيرة قوي يطرى من النجم ده وبعدت إيه أنا اللي حطت السؤال ده طب إنت جا قول بقى تكمل لا أكمل أنا عايز أسمع منك وسمع منك طب هو معرفش ولا معرفش لحد دلوقتي لا معرفش لحد هيا عرف منك يا رسائل للا معرفش لحد دلوقتي خليني أقول لكم كنا في بطولة 2002 تقريبا مش كده وكنا متجمعين وكانت الأموان مش مش على أفضل ما يكون فإحنا كنا عاديين فأنت كان معاك الرقم بتاعك بتبعت للكابت الحسن الحسن معزش أمات تبعت لمسجات تقوله حرام عليك درعة المنتخب بطل يا أخي يا أخي خلاص بقى كفاة بقى كده مش عقفها هو كل شو عمال يبص في التليفون لأ ويتصل وانت تعريبا نحاول التليفون ما بيجلوش أي حاج خالص وبعدين كل شوية يتكلم من كابتن بباين كان كابتن بباين مش معانا كان في مصر يكلموا شوف لي مين هابدك الرقم ده شوف الرقم ده مين وانا عاد جنبه أصلا يعني كاللي بله وانا عاد جنبه يعاني بقى بطل بقى هو كان يوم طبعا كان موقف زريف جدا يعني أكيد دلوقتي كابتن حسنان لو سمعنا عيعرف مين اللي كان بقى